قالت شركة الكهرباء الوطنية إن الحمل الذي سجله النظام الكهربائي في المملكة اليوم يعتبر الأعلى في هذا العام مساعد المدير العام للتشغيل والتخطيط في شركة الكهرباء الوطنية أمين الزغل قال لنشرتنا إن الحمل الكهربائي المسجل اليوم بلغ 3290 ميجاوات وهو الأعلى على الإطلاق هذا العام في حين سجل يوم الأحد مستويات أقل بلغت 3140 ميجاوات ويأتي ارتفاع الحمل الكهربائي نتيجة تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة حيث لامست درجة الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية وأشار إلى وجود نمو في الحمل الكهربائي هذا الصيف بنسبة 4% عن صيف العام الماضي ليبلغ 3165 ميجاوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر